هايحصل كل دولتين هيعودوا كل دولة والتانية هتقعد ايه الحاجات اللي جان فنية الحاجات التانية جاية خلال الفترة القادمة اللي جان فنية في حاجات معينة تتعامل هنا تتعامل هنا لانه في امور لازم تتعامل هتتعامل تاني بقول لحركة هتتعامل مش حاجة مش هتتعمل خالص مش هتتعامل يعني كله كله لازم يتعامل انه في الاخر انت بتصل لمرحلة متعلقة بمصير مئة مليون مصير مئة مليون انه ما جيش لحظة الاقي اي حد ايا كان تابع لهذا النظام القطري بيتكلم عن مصر او يتدخل في شأن مصر لا يمكن ابدا يتعلق احد هيسمح بعضك انه زين بقول لحك هم النهاردة هيقعدوا يحسبوا الاجراءات والقرارات هيرجعوا من الرياض هيقعدوا بقى ايه ما هو عندهم عندهم ومن برح الدوم التعليمات خلاص توقفوا عن السعودية توقفوا خلاص انتهى وبدوا يتكلموا عن المملكة ودي اللي تابع شوف النهاردة على الكل النهاردة ايه على الكل هل ده كذا ولا كذا نشوف الامر العالم كله موجود والدنيا كلها بتتبع هذا الامر ويتم مراقبة زي بقولك مراقبة افعال واقوال تصرفات واللي بيحصل ايه تاني بقول لحضرتك عشان يكون عندك العنوين الواضحة وتكون واسق تماما من بلدك من بلدك وتحرك مصر وكل حاجة محسوبة وزي يقول لحاك الموضوع مش من النهاردة الموضوع بقاله سنة كاملة يتم كل نقطة فيه وكل حرف وكل حاجة حصلت فيش حاجة اسمعها حصلت فجأة النهاردة لا مش فجأة النهاردة ومش فجأة مبارح على مدار عام كامل ايه اللي بيتم وايه اللي هيأصل وايه اللي اللي جاي طبعا كل ده النهاردة لما حصل فيه العلا فيه المملكة العربية السعودية وكان الاجتماعي